أهلا بكم في الحرة الليلة أنا جرير دبابن مضيفكم لليوم بدايتنا من واشنطن حيث كشف وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو عن معلومات استخبارية رفعت عنها السرية في الأون الأخيرة تؤكد علاقة النظام الإيراني بتنظيم القاعدة بومبيو أكد مقتل الرجل الثاني للقاعدة في إيران وتحدث عن تعاون إيراني مع التنظيم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر يأتي ذلك في وقت أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة قيام إيران ببناء منشآت نووية جديدة لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم علاقة إيران بالتنظيمات الإرهابية ودعمها ورعايتها لها أقدم بكثير مما يتصوره البعض حقائقه لم تكن معروفة للكثيرين كشف عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أيام قليلة من مغادرته منصبه كلها مبنية على معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية مؤخرا فاضحا بذلك العلاقة العضوية بين نظام تهران والتنظيمات الإرهابية ليس جماعة حزب الله وحدها بل والأهم تنظيم القاعدة الإرهابي علاقة إيران بالقاعدة حسب ما تظهر تقارير أمريكية صدرت عقب هجمات سبتمبر عام 2001 تعود إلى تسعينيات القرن الماضي قررت إيران السماح لتنظيم القاعدة بإقامة مقر جديد لعملياته شريطة أن يظل التنظيم تحت سيطرة الأجهزة الإيرانية وفي عام 2015 منحت إيران قيادات التنظيم حرية الحركة داخل إيران ولكن تحت إشراف وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية التي منحتها ملاذا آمنا ودعما لجيستيا كوثائق السفر والهويات وجوازات السفر التي سعادت التنظيم على ممارسة أنشطته ونتيجة لذلك أقام التنظيم مركز عملياته في طهران وبات يعيش حياة القاعدة المعتادة هناك بكل حرية على مدى سنوات جمعت لقاءات عديدة بين مسؤولين إيرانيين وقيادات التنظيم في السودان قبل أن يضطر تنظيم القاعدة إلى الخروج من هناك عام 1996 حينها شكلت إيران ممرا رئيسيا لأفراد التنظيم إلى أفغانستان حيث أقيمت معسكرات تدريبا على الحدود الإيرانية الباكستانية لتسهيل حركة أفراد القاعدة وتنقلاتهم هذه العلاقة استمرت فيما بعد وقويت على مر السنين حيث ظلت طهران توفر كل الدعم للعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة ومنها تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 1998 حسب المعلومات فأن التنظيمات الإرهابية تشكل أداة بالنسبة إلى إيران لتحقيق مصالحها والمساومة عليها مع الولايات المتحدة فهي كما تستخدم جماعة حزب الله في لبنان ذراعا للتدخل في الشؤون اللبنانية تعتمد تنظيم القاعدة أيضا كورقة ضغط لتوسيع نفوذها في سوريا والعراق غير أن أدوات الابتزاز والمساومة لدى إيران والأنشطة الخبيثة التي تقوم بها لا تقتصر على دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية إذ أنها تستخدم برنامجها النووي للغرض ذاته فهي وبعد سنوات على تكرار ادعاءات مرشدها بتحريم القنبلة النووية تراجعت على ما يبدو عن موقفها من هذا التحريم حيث قال مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية في أحدث تصريح له إن استخدام السلاح النووي يبقى مباحا رغم التحريم إذا اقتضت الضرورة ذلك أما جديد الملف النووي فصور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثا لمنشأة نطنز النووية تظهر وجود ثلاثة أنفاق تم حفرها في جبل بالقرب من الموقع قال المعهد الدولي للعلوم والأمن إنها ضمن منشآت جديدة تبنيها إيران لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم تخصيبا رفعت إيران نسبته إلى 20% وتلوح بزيادة هذه النسبة إلى مستويات تتيح لها صناعة قنبلة نووية ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها ينضم إلي عبر سكايب من واشنطن فريد فلايتس رئيس مركز السياسات الأمنية ومحلل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية ومعي من لندن مهرداد خنساري المستشار في المركز الإيراني للدراسات أرحب بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ فريد نتساءل اليوم عن محددات الكشف أو رفع السرية عن المعلومات الحساسة الاستخباراتية في الولايات المتحدة ما هي هذه المحددات في العموم متى يسمح للمسؤولين في الولايات المتحدة أن يكشفوا عن معلومات حساسة الظروف التوقيت هذا سؤال ممتاز أنا كنت على اتصال مع وزير الخارجية بومبيو اليوم الذي قال لي أنها عملية حدثت على امتداد عدة أشهر هو أطلق معلومات حساسة حول العلاقة بين القاعدة وبين القيادة الإيرانية أعرف من الكثير من الناس أن هذا قد يبدو غير منطقي أن بومبيو يشرح علاقة امتدت من قبل ثلاثين عاما كانت هناك عقوبات على أفراد تابعين للقاعدة في إيران وفي رسالة في 2012 كان هناك اتفاق بين القاعدة والحكومة الإيرانية يعملون من خلال هذا الاتفاق سأتوسع أكثر في تفاصيل لربما هذه النقطة تحديدا إذا سمحت لي هناك دور مركزي المسؤولون الأمريكيون قالوا هناك خرق هناك بعض حتى وسأل الإعلام الأمريكية تكون باتهام وزارة الخارجية بذلك هناك خرق في هذه العملية تحديدا نحن لا نتحدث فقط عن إيران نتحدث أيضا عن إضافة كوبا إلى دول الرعية للإرهاب هذه المتغيرات كلها هل هناك خرق من قبل وزارة الخارجية في عدم اتباع الطريقة السليمة في هذه التصنيفات مؤخرا أم لا أستاذ فريد أعتقد أن هناك ألعاب سياسية تتم في واشنطن لأن إدارة بايدن تريد الإنضمام من جديد إلى الاتفاقية النبوية وهذه حقائق إدارة بايدن تود أن تتجاهلها بومبيو مدير سابق للسي آي اي وهو يعرف عملية نزع السرية وهذه عملية أخذت عدة أشهر ولا أعتقد أن هناك أي مصداقية للمزاعم أن هذه العملية عملية نزع السرية لم تتبع بالطريقة الصحيحة أستاذ مهرداد ما هو صدى هذا التطور الجديد اليوم في إيران إيران ترزح تحت عقوبات ووضع مالي صعب ما هي الفائدة اليوم ماذا يوضيفه هذا التحرك الأمريكي الجديد على جراح إيران أعتقد أن الكشف عن نوع من العلاقة بين إيران والقاعدة ليس بالجديد أعتقد أن الإيرانيين كان لديهم حافز يعود ليس بالضرورة لثلاثين عاما وإنما ربما بعد الحادي عشر من سبتمبر وعلى أساس أن عدو عدوي صديقي والإيرانيون كانت لهم علاقات مع القاعدة وطالبان وهم أعداء على السطح ولكن هم يخدمون الأصولية بدلا من المذهب الشيعي ولا أنفي إمكانية أن تكون هناك علاقات مع إيران وإيران سهلت الكثير من الأشياء لعناصر القاعدة الذين هربوا من أفغانستان في الأماكن التي تعرضوا فيها للخطر ولا أعتقد أن المسألة تتجاوز ذلك والكشف على الرغم من أنه لم يكشف حواف السياسية حاليا إلا أن إطلاق هذه المعلومات الآن توضح ربما لها علاقة بمنع الإدارة القادمة من إعادة التفكير في نوع السياسات تجاه إيران خاصة في هذه الأوقات الحارجة التي أعلنت فيها إيران عن نيتها تخصيب اليورانيوم لمستوى 20% يعني أنت تنفي أن تكون الإدارة الحارية تقوم بلربما فرش الأرضية لضربات وجهة إلى إيران خلال هذا الأسبوع لا شيء خارج عن المحتمل ربما هذا يعطي مثل هذا المؤشر ولكن بناء على ما تم الكشف عنه لم يكن هناك أي تغيير يتطلب رد عسكري الولايات المتحدة قالت من قبل أن عناصر القاعدة كانوا موجودين في إيران وأن ابن بن لادن أو زوجاته سافروا عبر إيران أو مكثوا في إيران وأن قوات الأمن الإيرانية ساعدت ووفرت ملجأ لبعض عناصر القاعدة لا شيء قيل يتجاوز هذا لم يكن هناك أي دليل أن إيران سجعت القاعدة على القيام بهجمات ضد أهداف أمريكية هذا شيء جديد من ناحية أنه تم الإعلان عنه وأن السرية نزعت عن المعلومات ولكن لم يناقش شيء علانية إيران منخارطة مع ميليشيات في العراق وسوريا وتدعم حزب الله الذي صنف على أنه منظمة إرهابية حتى الحرس الثوري يجب أو تم وصفه بأنه إرهابي لا يوجد شيء آخر يوحي بأن انخراط إيران مع القاعدة أكثر من هذا إذا لم تكن هناك ضربة في آخر أربع سنوات لا يوجد سبب يدعونا للاعتقاد بأن هناك شيء يستحق الرد بضربة عسكرية في آخر عدة أيام طيب دعني ضيفي الكريم ضيفي الكريمين نستعرض معكم آخر مقالة وزير خارجي الأمريكي مايك بومبيو وهو كان قد أكد للمرة الأولى مقتل محمد المصري المعروف باسم عبدالله أحمد عبدالله في طهران في السابع من أغسطس من العام الماضي هذا هو تصريح مايك بومبيو كثيرون قد يعرفون اسم أبو محمد المصري المعروف باسم عبدالله أحمد عبدالله الذي كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ومدرجا على قائمة الـ FBI للمطلوبين لدوره في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 كشفت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر الماضي أن المصري قتل مؤخرا بالرصاص في طهران اليوم بوسعي أن أؤكد لأول مرة مقتله في السابع من أغسطس الماضي لم تكن إقامته في طهران مفاجئة على الإطلاق فالقاعدة لديها الآن مقر جديد في إيران ومن ثم فإن التنظيم سيكتسب على الأرجح المزيد من القوة والإمكانيات ونحن نتجاهل الرباط الوثيقة بين طهران والقاعدة علينا أن نعترف بذلك وينبغي أن نواجه أعود إليكم أضيفي الكريمين أستاذ فريدي ذا ما نظرنا إلى تصريح محمد جواد زريف في رد على مقاله بومبيو يقول بأن تنظيم القاعدة أو منفذو إرهابي تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجمات أيلول 2001 أتوا من بلاد مفضلة لواشنطن كيف تستقبل واشنطن هذا الرد؟ لا أعتقد أو بومبيو لم يقل أن إيران كانت منخارطة في هجمات 11 سبتمبر ولكن إرهابيون عبروا إيران وإيران لم تقم بختم جوازات سفرهم حتى لا يعرف الناس أنهم مروا من إيران الشيء المثير للانتباه في تصريح بومبيو هو أنه أشار إلى أن نيويورك تايمز فوجئت أن المصري كان يعيش في إيران هذه لم تكن مفاجأة كانت لدينا معلومات وثيقة أن إيران هي أفغانستان الجديدة للقاعدة وهي قاعدة عملياتية وهي منصة انطلاق إرهابية حيث إيران كانت تخطط لعمليات إرهابية على مستوى العالم هذه هي القصة كيف ستتغير تصرفات إيران اليوم أستاذ مهرداد؟ وأود أن أستمع منك لتقييم للرد الإيراني على لسان ضريف أعتقد ليس صحيحا قيام وزير الخارجية بالإنكار إنكار ارتباط بلاده مع القاعدة وحقيقة أن السيد المصري كان يقيم في إيران محتمل جدا ليس فقط السيد المصري وإنما كثيرون من القاعدة الذين هربوا من أفغانستان وأماكن أخرى عرض عليهم الملجأ في إيران مرة أخرى إعطائهم أو منحهم الملجأ والسماح لهم بعبور إيران كما ذكر الزميل قلال أو قبل 11 سبتمبر هذه قصة مختلفة عن الإيحاء بأن إيران هي مقر القاعدة وأنشطة القاعدة العالمية تذكر لا يوجد حب فلسفي الإيرانيون استعملوا القاعدة للضغط أو للتوصل إلى صفقة أو ضمن تبادل مع الولايات المتحدة لم يكن لدى إيران حافز لاستعمالهم للقيام بأعمال إرهابية فإيران لديها الكثير من الناس الذين تثق بهم أكثر ولها علاقة أفضل معهم هذا الاقتراح هو مبالغة وأعتقد أنه يمنح أو هو لأغراض إعلامية ودعائية في آخر أيام إدارة ترامب أكثر من أن يكون له مصداقية للإيحاء بأن إيران متواطئة مع القاعدة وتروج لإرهاب على مستوى العالم مع القاعدة إذا أرادت فلديها عناصرها من دوائرها ومن دوائر أصدقائها وشركائها للقيام بهذه الأعمال بدون الذهاب إلى أناس لا تثق بهم طيب أستكمل معكم ما كان يقوله مايك بومبيو أصدر الكثير من التصريحات ومحضرتك سيد فريد سأتطرق ربما إلى قضية كوبا للأخيرة أيضا مايك بومبيو أعلن أيضا فرض عقوبات جديدة على عناصر من تنظيم القاعدة العاملين في إيران وبالتعاون معها وعلى رأسهم القيادة محمد أبطاي المكني أو المكنة عبد الرحمن المغربي والذي قرر طبعا وقرر الرصد مكافأة بسبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه هذا هو تصريح بومبيو الثاني كثيرون قد يعرفون اسم أبو محمد المصري المعروف باسم عبد الله أحمد عبد الله الذي كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ومدرجا على قائمة الـ FBI للمطلوبين لدوره في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 كشفت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر الماضي أن المصري قتل مؤخرا بالرصاص في طهران اليوم بوسعي أن أؤكد لأول مرة مقتله في السابع من أغسطس الماضي لم تكن إقامته في طهران مفاجئة على الإطلاق فالقاعدة لديها الآن مقر جديد في إيران ومن ثم فإن التنظيم سيكتسب على الأرجح المزيد من القوة والإمكانيات ونحن نتجاهل الرباط الوثيق بين طهران والقاعدة علينا أن نعترف بذلك وينبغي أن نواجه بقي القليل من الوقت أستاذ فريد هل نتوقع ردة فعل عدائية من واشنطن حتى إيران لأنه في الفترة الأخيرة أيضا استمعنا إلى الكثير من التهديدات للداخل الأمريكي بأن إيران تهدد الداخل الأمريكي من بنتاجون وأيضا هو الكابيتول بتنفيذ عمليات في الداخل تفضل أستاذ فريد في نصف دقيقة لأنه بقي لدي سؤال آخر عن كوبا تفضل أعتقد أن إيران تود التوصل إلى صفقة مع إدارة بايدن يمكن أن أضيف الضيف كان على حق كونبيو عليه أن يظهر هذه المعلومات للناس في الكونغرس لإثبات أنه مصيب نعم هذا تغير في التفكير طيب قراءتك بشكل سريع للتطور الأخير المتعلق أيضا بكوبا وفي إطار نفس الاتهام أيضا هناك خرق لهذه العملية من قبل مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية وليس مكتب مكافحة الإرهاب التابع لها وهو عادة من يلعب الدور المهم في إضافة الدول إلى القائمة أو قائمة الدول الراعية للإرهاب هذا ما تطرحه أيضا وسائل الإعلام الأمريكية هل هذا صحيح أم لا كنت دائما أعتقد أن كوبا دولة ترعى الإرهاب ولو وصل الوزير بومبيو إلى هذه النتيجة فأنا سأصدق كيف ستتعامل لدارة المقبلة مع العدد الكبير من اللاتينيين من أصول كوبية الذين صوتوا لرئيس ترامب ولربما سيكون تغيير مقبل متوقع من قبل إدارة بايدن تجاه السياسة الخارجية المتعلقة بكوبا ألا يشكل هؤلاء ضغطا على بايدن أعتقد أن إدارة بايدن ستصل إلى نتيجة أن كوبا ترعى الإرهاب وقد تعود إلى تطبيع إدارة أوباما للعلاقات مع كوبا شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا فريد فلايتس رئيس مركز السياسات الأمنية ومحلل سابق في وكارة الاستخبارات الأمريكية من لندن مهرداد خنساري المستشار في المركز الإيراني شكرا جزيلا